إلى التفاصيل مجددا أهلا بكم بحث رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني خلال لقائه السفيرة الأمريكية لتلعراق ألينا رومانوفسكي انتخابات برلمان إقليم كردستان والعلاقة مع الحكومة الاتحادية في بغداد وانتقد تدخل الحزبي بعمل القضاء في الإقليم مشددا على ضرورة التخلص من لغة الدكتاتورية والفرض وأكد طالباني تعييده إجراء انتخابات بشرطة تكون نزيهة وخالية من التدخل وحول العلاقات بين أقليم كردستان وبغداد والجهود الإيجابية لحل القضايا ذكر طالباني أن العمل جار مع بغداد لتوسيع التعاون والتنسيق في مختلف المجالات من أجل تقوية الوضع الحالي والبقاء ككيان قويا يضمن حقوق المواطنين